سخرية كبيرة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عقب انتشار صور لجسر قيد الإنشاء في أحد الأحياء المزاحمة وتساؤلات حول كيفية إنشاء جسر بهذا الشكل سأريكم صور هذا الجسر لكن اسمحوا لي فقط أن أحدد لكم موقع إنشائه على الخريطة وسبب إنشائه هو يقع في حي الهرم بمحافظة الجيزة على الحدود مع إقليم القاهرة الكبرى عدد سكان الجيزة تجاوز تسعة ملايين نسمة يعني هي في المرتبة الثانية بعد القاهرة يحيط بالقاهرة هذا الخط الأصفر وهو الخط الدائري يوصل الأحياء ببعضها بعيدا عن زحام الطرق الداخلية الجسر الجديد هو جزء من محور الملك سلمان الذي يتم إنشاؤه بطريقة أو بطريق ترعة الزمر ليربط الجزء الشمالي من الطريق الدائري بالجزء الجنوبي منه يبلغ طوله 16 كيلو مترا الجسر الذي أثار الجدل يقع في هذا الجزء هذا هو الجزء الصغير جدا بين شارع الهرم وشارع الملك فيصل بشارع ترعة الزمر والذي يحده عمارات سكنية من كلا الجانبين تفاجأ السكان بأن الجسر يلاسق منافذ شققهم السكنية وهذا يسبب ضرارا جسيما لهم فغضبوا طبعا لأنهم يعني مضرورون انظروا كيف يغلق الجسر نوافذ أحد الطوابق بشكل كامل ويعويق دخول الشمس وربما الهواء إلى الطوابق السفلة أحد السكان أكد لوسائل الإعلام المحلية أن العمارات السكنية غير مخالفة وأن لديهم رخصا للمباني منذ عام 2009 ولديهم جميع المرافق كالمياه والكهرباء والغاز ويتم إمدادهم بها من قبل الدولة المحور ينفذه جهاز البناء والتعمير التابع لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية بتكلفة 850 مليون جنيه المصري هذا المقطع من داخل إحدى الشقق المتضررة يظهر طلاسق الجسر بشرفة الشقة والشقق المجاورة ولا توجد سوى بضعة سنتيمترات بين الجسر والعمارة السكنية التي تم حجب النور والرؤية عن الأدوار السفلة لها التعليقات جاءت في معظمها ساخرة من الجسر نبدأ بهذا التعليق لخالد راضي يقول ده كبري محور ترعة الزمر الجديد أول نصر الدين الهرم يعني ممكن أركم جنب بلكونتي محدش لي عندي حاجة محمد طلعت محمد طلعت يقول محمد طلعت أنت مش نحس أكتر من اللي هيدخل البلكونة لا هيشوف الكبري ولا الشارع أما بالنسبة لتغريدة شادي فيقول فيها هو مات الزاي هو مات الزاي ما كانش رابط الحزام وهو قاعد في البلكونة طبعا ويدحك أما بالنسبة لبعض المصريين ففضل الصور من أجل السخرية وإطلاق النكات مثلا محمد الأسواني نشر هذه الصورة معلقة للناس معديها على الكبري العمرانية وفي الصورة أخذ يعني هناك بعض الأشخاص يقفز من الشارع إلى داخل منزل أحد السكان ويسألهم معك فكت خمسين يا باشا صدفة كتبت افتتاح كبري العمرانية ونشرت هذه الصورة لحادث سيارة وقد دخلت السيارة إلى داخل المنزل من يسمي نفسه مزاجانجي نشر صورة الفنان الراحل على ولي الدين في مشهد عزاء بأحد الأفلام وقال الله يرحمه عربيته لشيته عربية لشيته هو بلم الغسيل أما بالنسبة للواء محمود نصار وهو رئيس الجهاز المركزي للتعبير أكد للإعلام أن الجسر لا يلاصق العمارات السكنية بل هناك مسافة تقدر بخمسين سنتيمتر وقال أن هناك مخالفات سيتم إزالتها لاحقا وهذا هو ما قاله بالتحديد لا يوجد حد هيدار من هذا المحور اللي لو هيتم تعويضه إحنا حضرتك عندنا يعني غير اللي حضرتك شايفه ده فيه 20 ألف متر مربع نزع ملكي وتعمل بيوم لجنة وتقريبا مخصص لها ربع مليار جنيه عشان خاطر معه وضع ذي المنشاكل لكن أنا المحور بتاعي مفيش أعاقة ليه في تنفيذه طيب النهاردة عشان أنت أنتظر أن أنا أهد العمارات دي وأبتدي أشيلها وأسكن السكان أنا أخذ لي بتاع 20 سنة على منفز هذا المحور طيب السكان المضار يا فندم لو حضرتك مضار إحنا مفيش مشكلة بنبعث لك اللجنة يحددوا السعر المناسب للشقة ووحداتها وبيقايب ويقيموها وبيتعولوا فلوس بيروح يأخذ شقة مكانها أو إذا كان هو عايز يقعد في مكانه خلاص هو حر لكن بعض السكان ينفعوا أن يكون العقار المقيمين فيه مخالفا وأبدأوا استياءهم من هذا الأمر اشتري مش مخالف الكبري لو هاقعد على الكبري هاقعد معي هجيدي العربية هتشرب معي شايف البلكونة حصل أي حريق مش عرفت الدفاع المدن هعمل إيه احنا مضررين جدا من اللي بيحصل العمارة مش مخالفة انا مهانس مدني اتأكدت من كل الأوراق قبل ما مشير العمارة لما بدأ يشتغل الكبري بدأ نكتشف حاجات غريبة بتحصل عمدان بتتحطف أماكنها وبعد كده بترجع المساحين بتغير مكان العمود دوت يعني أصلا ديزاين كان مش فاين قبل ما الناس بيشتغل